يشهد مؤتمر الأمن الدولي جلوبساك الذي يُعقد كل عام في براتيسلافا مشاركة دولية معتبرة فحوالي 800 شخصية سياسية من حول العالم تعمد إلى حضور المؤتمر الذي يناقش مختلف التحديات التي تواجه الأمن العالمي أما بالنسبة لأمن أوروبا فروبرت فاس يقول أوروبا تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة على جبهات مختلفة ليس فقط استقرار أوكرانيا الذي اهتز بشكل جدي ولكن اضطراب العلاقات مع روسيا الذي سيكون علامة العقود المقبلة على الأرجح ضف إلى ذلك موجة المهاجرين القادمين من شمال إفريقيا المؤتمر شهد مشاركة رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى الذي دعا المجتمع الدولي إلى محاربة تنظيم الدولة الإسلامية وتقديم مساعدات للاجئين الفارين من بطش هذا التنظيم لقد وفرنا بيئة آمنة للاجئين لكن هذا لا يكفيهم في حاجة إلى الأكل وإلى الصحة يجب على المجتمع الدولي أن يساعدنا لنكون قادرين على منحهم الأمل من أجل مستقبل أفضل القادة الأوروبيون كانوا من بين أبرز الحاضرين في هذا المؤتمر على رأسهم الرئيس الفرنسي فرانسو هولوند الذي شدد خلال مؤتمره الصحفي على ضرورة دعم ما يخدم أمن أوروبا وضرورة إيجاد حل للأزمة اليونانية شكرا